في آخر مستجدات الحالة الوبائية ببلادنا أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 106 حالات إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد حتى العاشرة من صباح اليوم الثلاثاء ليرتفع العدد الإجمالي لحالة الإصابة المؤكدة بالفيروس بالمملكة إلى 8408 حالات وأضفت الوزارة على بوابتها الرسمية الخاصة بفيروس كورونا المستجد بالمغرب أن عدد الحالة التي تمثلت لشفاء من المرض حتى الآن ارتفع إلى 7,423 حالة بعد ثمثل 15 حالة جديدة لشفاء بينما استقر عدد حالة الوفاة في 208 حالات وبلغ عدد الحالة المستبعدة بعد تحليل مخباري سلبي 327,235 حالة وتهيب وزارة السحاب المواطنين والمواطنات الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية